كي بعض الحالات اللي يستوجب فيها الولادة القيصرية إنقاذاً برضو لحياة الأم وإنقاذاً للبيبي فبالتالي حالات السكر اللي مش متزبط حالات ارتفاع الضغط مع الحمل الأمراض الكلا مع الحمل دي كلها بتأثر على الدورة الدموية بحيث إن البيبي لو تعرض للسترس بتاع الولادة الطبيعية ممكن ده يأثر عليه برضو البيبي اللي بتولد بدري زيادة عن اللزوم ده برضو بيبقى الولادة القيصرية بالنسبة له أحسن الحمل اللي هو لو فيه توقم أو فيه تلاتات وفي دلوقتي بقت الحاجات دي منتشرة وخاصة مع انتشار الإخصاب المساعد والأطفال الأنابيب والحقن المجهري بقت مثل هذه الحالات موجودة فبالتالي ده مهم جداً إن إحنا لا نخوف الناس من القيصرية ولا نخليهم يمسكوا أو يشبطوا في الولادة الطبيعي بصرف النظر عن أي حاجة لازم كله يبقى موزون بحيث إن إحنا نبقى عارفين الحاجات اللي معها والحاجات اللي ضد ونعمل في النهاية الحاجة اللي لها فايدة ومصلحة للأم ومصلحة للبيت أحياناً ليلبي